ولكن أنا بعد وحضراتكم يعني اكتبوا بس على الموبايل كده على جونجل بوابة مصر الرقمية خطوات سهلة جدا جدا فيه تقيقة ولا اتنين هتقدر تعمل الحساب بتاع حضرتك اول ما هتدخل هتتفاجئ ببياناتك كلها العربية بتاعت حضرتك رقمها ترخصها يخلص امتى مش عارف ايه المخالفات اللي عليها التظلم تدخل على الحتة بتاعت التموين يقول له حضرتك انت عندك بطاقة تموين ولا لا او انت التفاصيل بطاقة والاسرة اللي مسجلة على البطاقة فيها كان فرد شيء الحقيقة يعني الحقيقة انا كان اول مرة استخدم البوابة دي ويمكن انا متأخر شوية فيها ولكن شيء الحقيقة رائع وشيء راقي جدا كمان مش بعيد عن الفكرة دي في اطار التحول الالكتروني الخطوة المهمة اللي بتتعلق بالعمالة المصرية في الخارج واحنا بنتكلم على ملايين من المصريين بيعملوا في مختلف دول العالم فكرة توقيع بروتوكولات واتفاقات مع دول كتيرة جدا بيسافر لها عملتنا في الخارج وده قوة مضافة الحقيقة لمصر والدولة حريصة في هذه الجزئية انها تحفظ حقوق العمالة المصرية في الخارج وفي خطوات بتتاخد في هذا الاطار من بينها ان يكون في منظومة الكترونية منظومة الكترونية عشان تتيح فرص العمل للمصريين في الخارج بتوضح ايه فرص العمل تبقى معتمدة تبقى سهلة تبقى منظمة وتبقى كمان مؤمنة عشان تأمن حقوق المصريين في الخارج والعمال المصرية في الخارج بمختلف أنواعها وبمختلف الشرائح بتاعتها برحب بضفنا العزيز أستاذ مجدي البدوي نائب رئيس الاتحاد عمال مصر أستاذ مجدي مساء الخير أهلا بحضرتك مساء الخير يا أستاذ عمر أهلا بيك وأهلا بسادة المشاهدين أهلا وسهلا أستاذ مجدي أرجوك كلنا خطوة زي دي ان تكون في منصة الكترونية لفرص التوظيف للمصريين في الخارج وتضمن حقوقه من خلال المنصة دي أرجوكم لنا ده مردود وهي بعمل ازاي شوف الدولة المصرية قررت أن هي أي عامل مصري يخرج من مصري يشتغل في أي دولة سواء عربية أو أوروبية أن يخرج أن يكون له حماية حماية شخصية وحماية في مجال العمل بتاعه أو في علاقات العمل بتاعه طب ده يتم ازاي ده يتم من خلال اتفاقات ما بين الدولة المصرية والدولة اللي هي هي هيبقى جاذبة للعمالة أو اللي هي تاخد العمالة وهيبقى من خلال عدة اتفاقيات يعني مثلا إحنا لو خدنا ما تم فيه مع ليبيا مثلا تمام؟ فالدولة المصرية قالت أن أي واحدة هيسافر ليبيا لازم هيروح من خلال الربط الإلكتروني يعني عندي وظائف خالية الناس هتيجي تقدم لها الوظائف الناس دي اللي هتروح أبقى أنا عارف كدولة مصرية مكانهم فين صح وحمايتهم إيه مشغالين عند مين ومعاميم لما أجي كمان وخدوا حققهم ونلقة لأ لابا هنا لازم أنا برضو طبقى ده مهم جدا ده حققهم يعني أنا عندي كمان عقد العمل في قيمة المرتك وفيه تأمين اجتماعي وتأمين صحي واعملوا كمان بوليس التأمين على حياته مظبوط للأخير لأنا كده بأأمن العامل من كل الاتجاهات ولما أجي كمان أعملوا يعني عنده مشكلة مثلا أبقى أنا عارف طريقه فين ما نبقاش زي ما كان بيحصل قبل كده نقول في ناس للأسف يعني حصل لهم بكروه أنا ما بقاش عارف مكانهم فيه كان يقول لحضرتك ادفع ما عرفش كام وصفرك فين وادفع كام وصفرك مش للدولة الفلانية تشتغل فالكلام ده هيقضي على الصمصارة دي ده مش كده وبس ده أنا كمان هتفق له يعني تم الاتفاق ازاي يجيب فلوسه مصر يعني النهاردة اللي بيقبض مرتب هناك مثلا في أي دولة او في ليبيا مثلا زي ما تم الاتفاق ازاي يرجع فلوسه مصر لازم يبقى من خلال البنك معتمدة او اتفاق بين الجانب المصري او الجانب الليبي وده برضو على فكرة مش للعمال بس والشركات اللي هتروح اي شركة هتروح مهنة النهاردة الشركة دي هتروح تشتغل بفلوس هترجع ازاي يبقى لازم من خلال بنك معتمد ما بينه وتم الموافقة عليه من الجانب الليبي والجانب المصري لا هي منظومة بالفعل منظومة جيدة الهدف منها حماية العمال سهلة بقى يا أستاذ ماجدي الخطوات سهلة ان العمالة والعمالة المصرية الحقيقة هي متنوعة وده سر قوتها يعني هنلاقي من العامل البسيط الى العالم الى المهندس الى الطبيب الى المعلم يعني وظيف مهمة جدا وشرح كتير جدا هل هي سهلة المنظومة في التعامل والتسجيل والدهور ولا الفرصة دي وتقدم ليها والجيل انا عايزة اقول لحضرتك بالتأكيد بالتأكيد احنا دولة مصندرة للعمالة وبالتأكيد في منظومة جددة بتنتهجها الدولة المصرية في مسألة التعامل مع هذه العمالة احنا بالنقوة يعني احنا دلوقتي عايشين في ربيع عربي حقيقي يعني اللي اعادة بناء الدول الربيع العربي الحقيقي الان هو اعادة بناء الدول احنا شايفين دلوقتي يعني فيه سعي لإعادة بنائها العراق هناك فيه سعي لإعادة بنائها فيه دول كثيرة ابتدت ستستعيد عفيتها وبالتالي هتبتدي البناء وهم مش هيلقوا أكفى من العمالة المصرية اللي هي تعيد البناء في هذه الدول على اعتبار أن لهم تجربة سابقة وأن هم استطاعوا خلال الكام سنة البسيطة اللي فاتت دول أن هم يعيدوا بناء الدولة المصرية بشكل جيد وأصبح لديهم خبرات بشكل جيد ده بالإضافة أن رئيس الوزراء أعلن من أسبوعين قال أن ما فيش عامل مصر هيسافر أي دولة إلا ما يكون مضرب بشكل جيد وهيكون واخد جرعة تدريبية كبيرة جدا بحيث أنه يبقى سفير جيد للأسف العمالة المصرية تراجعت لسنوات طويلة نتيجة عدم الخبرة مكانش منظمة ولكن إن شاء الله النظام الجديد ده يبقى ليه إن شاء الله دور كبير في تعظيم الاستفادة من العمالة المصرية في الخارج بشكل حكي شكرا جزيلا نصوص مجد البدوي ناب رئيس الاتحاد عمال مصر شكرا جزيلا